السلام عليكم قبل فترة وصلني قلب الخاص بقرط الـ RX-1600X الذي تكلمت عليه قبل فترة وكنت أريد استبداله بعد تعطل الأول وعند فتح الطرد الخاص به وجدته بحالة جيدة فانتقت إلى فحص بعض المقاومات عليه لتأكد من سلامته وجدت أن القيمة الخاصة بالميموري كونترولر قليلة جدا وهذا الأمر يعد سيء وكي أوضح الأمر أكثر فهذا قلب آخر يمكن ملاحظة أن قيمة المقاومة فيه أعلى بكثير من الذي أحضرته من علي إكسبراس فحاولت التواصل مع البائع وانصدمت من ردوده فجوابه أن الطريقة التي استعمتها للفحص خاطئة ويجب أن أقوم بتلحيمه كي أعرف إن كان يعمل أو لا وهنا تأكد أنه يحاول خداعي فأي شخص لديه ولو معلومة قليلة في كروت الشاشة سيعرف أن قيمة المقاومة التي ذكرتها سابقا مستحيل أن تكون شيء عادي لكن على كل حال قمت بتلحيم القلب الجديد وبعدها فحصت المقاومات كما هو واضح ووجدت قيمة الميموري كونترول قليلة مثل الأول بالإضافة إلى قصر في جهة الصفة 75 فولت وال1.8 فولت وعندما استعملت الكاميرا الحرارية وجدت قصر لم أرى مثله في حياتي ففتحتني زع كي أرجع الأموال التي دفعتها وأصر البائع على أنه يجب علي إرجاع القلب ليتم طاويدي وأعرف هذه النوعية من الخدع ففي الغالب سيعطيني عنوان خاطئ أو عند استلام القلب سيرفض إرجاع المال بسبب أن القلب ليس بنفس الحالة التي أرسلها إلي به لهذا تركت دعم على الإكسبراس يتدخل والذي رغم كل الدلائل التي قدمتها قرر يعودني فقط 23 دولار عن قطعة الحديد هذه وقد رفضت هذا الاختيار كي أحاول استرجاع كامل المال وسأضع تحديث في التعليقات لاحقا عندما ينتهي النزاع وهذا الشيء ليس هو الوحيد الذي حدث لي فقد اشتريت مؤخرا عدة قطع من الفيرام والبائع أرسل لي قطعتين مصنوعتين في 2018 ومعروف عن شرائح مايكرون مصنوعة في هذا التاريخ أنها تتلف مع الوقت الواحدة والأخرى فتوسط مع البائع في الأول فأخبرني أنه قد يكون قد أخطأ في إرسالها لكن لاحقا فاول كذلك تهرب من الأمر حيث ادعى أنه ليس لدي أي شرائح مماثلة لها وطلب مني التأكد فقنت بفتح نزاع كذلك لكن دعم على الإكسبراس كالعادة رفض تعويضي بمبلغ قطعتين ولحسن الحظ كان لدي بعض القطع الإضافية منها لهذا استطعت أن أصلح الكارت التي كان ينتظرها الزبون لكن أرد أن أظهر هذا الشيء لأنه رغم شرائلي الكثير من القطع من هذا البائع إلا أنه لم يحترم مدة التعامل الطويلة بيننا وحاول يخدعني من أول فرصة ثاني حاله ومثال آخر الذي هو هاتين القطعتين التي أمامكم بالنظر إليهم فلا يمكن تمييز أي فرق لكن لو قمت بفحص البين الأول لكل قطعة سيظهر أن واحدة منهم تعطي قيمة الأخرى له وليس هذا فقط بل كل بينات الباقية لا تعطي أي قراءة مثل الأولى والسبب هذا هي أن القطعة الفارغة تم تزويرها وبيعها وهذه أيضا من طرق النصب الكثير التي أواجهها وآخر شيء سأتحدث عنه في هذا الفيديو هو اللوحة هذه التي تكلمت عنها قبل عدة أشهر وأظن أني حاولت تغيير الصوكت من قبل ثلاث مرات ولم أنجح لهذا هذه المرة سأحاول مرة أخرى حيث نزعت الصوكت كأول شيء وبعدها نظفت البينات المتأكسدة تحتها ثم وضعت صوكت جديدة وقنت بتلحيمها وبعد الانتهاء فحصت بعض بينات كي أتأكد أنها في مكانها ثم قنت بشيء فيه مخاطرة كبيرة وهو التجريب بالمعالج الخاص به حيث وضعته في لوحة وشغلتها احتاجت بعض الوقت لكن في الأخير ظهرت الصورة بشكل عادي فنظفت اللوحة أكثر وجربتها تحت الضغط مع تجربة كل منافذ الرامات والأنترنت وعملت اللوحة هذه المرة بشكل جيد والشيء المتيج أنه رغم محاولات تغييز الصوكت عدة مرات إلا أن اللوحة بقيت بحالة جيدة وفي الأخير إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك السلام